اهلا بكم متابعي القناة في درس جديد من دروس الانجليزية درس اليوم لتلاميث السنة الثانية متوسط وش رايحين ديروا فيه الرتن برد اكشن وضعية ادماجية كيف تصف نفسك؟ الدرس الماضي اللي درناه شفنا مفرادات اجزاء الجسم والصيفات الجسدية في هذا الفيديو اللي رايح يظهر امامكم في الشاشة هادوك المفرادات اللي شفناهم في هاداك الدرس مهمين جدا لانه إلما كنتش تعرفوا هادوك المفرادات ما رايحينش تقدروا توصفوا انفسكم لذلك ننصحكم تمشيوا لهذاك الفيديو وتتفرجوه وتفهموهم ليه بلعبيه ما تقدرش توصفوا الانفس تاكم بلا ما نطول عليكم يلا نبدأوا درسنا مع بعض ونشوفوا كيفاش نوصو انفسنا بطريقة جد باسطة وفي بضعة اسطر ونذكركم كلا عادة بالضغط على زل اشتراك ومتابعة القناة ويلا نبدأ انا راني موجود لكم فقرة شرحكم فيها كيفاش تقدر توصفوا الانفس انتعكم في بضعة اسطر وبطريقة جد جد باسطة ومفهومة هاو هذه الفقرة راها امامكم ورايح نفهمها لكم الان اعطاب بغيطاب تبعوا معايا اول حاجة لازمكم تتعلموها التعلمو ديما في اسطر لولتاع الفقرة تاعكم تخليوا قبل الكلمة الاولى فاراغ انتع مرباعين هاذا الفاراغ نسميوها بالانجليزية انيندانس هو الي بي نناليıpارغراف انتو بعنا ياني هو الي به نعرفو nicht charging pages إذا تعلموا انتو ما ديما قبل الكلمة الاولى انتع الفقرة التعكم خليوا هادك الفاراغ انتاع مرباعين باش جيكو متني فقرة تعكم ومنظمو مكتوبة بشكل جيد باش تبدو الفقرة تبدوها بالتعريف لأنفسكم كيفاش تعرفوا بأنفسكم يعني تعرفوا بالاسم انتعكم وكيفاش تديروا My name is وتتذكروا الاسم انتعكم Your name تكتبوا My name is وتكتبوا الاسم انتعكم مور ما تمدوا اسمكم لازمكم تمدوا العمر انتعكم او السن انتعكم وكيفاش تديروا تبعوا معايا I am age معاناها تكتبوا I am وتديدوا العمر انتعكم موراها Years old مثلا لكنا في عمركم 10 سنوات تكتبوا I am 10 years old عمري 10 سنوات الآن بعد ما تكرت الاسم انتعك والسن انتعك تنتقل باش توصف نفسك وتعلموا توصفوا انفسكم في بضعة أسطر زوج وليا تلت أسطر ماكسيمم لأنكم شحلوا ما تطولوا وشحل مرة حين تغلطوا وانتم كذلك تعلموا بلي راكم تلامية السنة ثانية متوسط تعلمتوا غير العام اللي فات اللغة الإنجليزية وهذا هو العام الثاني انتعكم إذا ما لازمكم شطولوا زوجوا لثلات تاعة أسطر كيفايا كيفاش توصفوا الانفس انتعكم تبعوا معايا تبدو كما هكا I am a height height معناها رايحين تتذكروا الآن القامة انتعكم أسكنتم اطوال tall ولا قصار short and build build يعني الجسد انتعكم أسكنتم ارقاق thin or slim ولا اسمان fat إلى آخرة boy slash girl كلمة boy يستخدموها لولاد girl لبنات I have eye shape color I have eye shape color يعني مور I have هادي رايحين تتذكروا الشكل ولون الاعيون انتعكم and hair لان رايحين تتخدموا كلمات توصفوا الشعر انتعكم وهكذا تقدروا توصفوا انفسكم في بضعة أسطر شحر من أسطر واحد زوج ثلاثة مدي توصف بسيط لكم باش تفهموا اكتر عدنا ميثالين رايح نقوم بهم الآن الميثال الاول انتع والد والميثال الثاني انتع بنت نبدأ بالاول name ayman age 12 years 12 سنة height tall tall يعني طاويل القام انتعه طويل build thin الجسد انتعه ناحيف eyes big brown معنى هالأعيون انتعه كبيرة وبنية hair short black الشعر انتعه أسود وقاسر for the girl for the girl بالنسبة للفتاة name زينب age 11 years السن انتعه 11 سنة height short معنى هالقام انتحه قصيرا build slim أي الجسد انتحه ناحيف eyes big green الأعيون انتحه خضراء كبيرة hair long and wavy شعر انتحه طويل وممووج هادو الآن complete هذه المعلومات لرهم أمامنا رايح ندخلهم فاش في الفقرة هادى اللي راه ها هنايا رايح نكامل هذه المعلومات نستخدموهم هنايا وكيفاش تجينا أنا راني داجا موجدهم لكم ورايح نقرأهم لكم الآن تبوا معايا المثال الأول my name is amen i am 12 years old i am a tall and thin boy i have big brown eyes and short black hair i'm going to repeat my name is amen i am 12 years old i am a tall and thin boy i have big brown eyes and short black hair وهذا كان الوصف متاع ايمان واسم درنا دخلنا فقط هادوك المعلومات اللي كانوا مكتوبين في الأمثيلة اللي هنايا في الفقرة هاديك اللي وريتها لكم الفوق وانتوما كادا لك بنفس الطريقة تقدروا تديروا هادي تكتبوا المعلومات نتاعكم ودخلوهم في الفقرة هادي ورايح نتصيبو هادو الأكزامبلير محطوط كيمارة في صندوق الوصف هاقده تقدروا ترفضوه وتخليواه ديما معاكم باش لو كان الوصدين تاعكم يطلب منكم الوصف لأنفسكم تقدروا فقط هادوك الفراغات اللي تم تعمروهم بالمعلومات الشخصية تاعكم المثال الثاني هوا دا انتع الفاتات وكان هذا كذلك الوصف تاع الفاتات ونفس الطريقة قدرناها الفقرة هاديك اللي وريتها لكم في البداية دخلنا فيها المعلومات انتع زينا اذا كان انت هادي الطريقة باش توصفوا أنفسكم في بضعة أسطر وبي طريقة جد باسطة وانتو ما خليوا ديما هادي الفقرة في الأدهان انتعكم هاقده رايحين تقدروا توصفوا الأنفس انتعكم ولا اي شخص يطلب منكم لأستد انكم توصفوه بطريقة جد باسطة وفي بضعة أسطر وهادي مين الاكيد رايحين تسيبوها في الفرطة الفصل الأول وربما حتى في الاختبار لذا ننصحكم باش تديوا عليها فكرة من الآن باش ما تسيبوش مع هالي بروبلام كي تكونوا تقرأوا وكي تبدأوا دراسة نتعكم بشكل جدي وكا تطبيق ليكم تاسك ديسكوايب يورسيلف سف نفسك اي واحد فيكم تابع الفيديو يقوم بالوصف نتع نفسه باستخدام الطريقة اللي وريتها لكم الآن ويخليها نفلي كومنتار هكذا كل واحد فينا يقرأ الوصفة على الآخر ويشوف كيفش دار وكذلك إلا كانت كاينة بعض الأخطاء رايح نصحوها لبعضياتنا نتمنى أنه الفيديو تعل يوم يكون فاتكم نشكركم على حسن المتابعة thank you guys for watching and see you next time good bye